مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود غيف رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني دكتور محمود بعد التحية هل لك أن ترسم لنا الصورة وتبسطها للمشاهد كيف هي تسير عملية التنمية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فيما تعلق بمحافظات الصعيد وكيف استطاعت هذه المبادرة والمجودات التي تقوم بها الدولة المصرية في تغيير وجه الحياة بمحافظات الصعيد تمام حضرتك أنا أتفق مع كل التعبيرات التي حضرتك قدمتها هي تعبيرات دقيقة وصحيحة نحن حاليا نرى حضرتك بالوجه التاج أو المحور الحقيقي المكامل للتنمية الحضرية كنا انطلقت في المدن والمدن الجديدة وعواصم المحافظات كان باقي الشق الأهم اللي هو تنمية الريف بأجبعه ليتكامل مع الحضر في منظومة التنمية الشاملة الحقيقة هذا البشروع له ميزات كبرى على مستوى الدولة كلها أولا لما كنا بنعالج من طرف العشوائية كنا بنعاني من زحف المناطق البحرومة من الخدمات وفرص العمل ومحافظات الصعيد كانت أكثر المحافظات معاناة بالنسبة لفرص العمل والأنشطة والخدمات والإسكان وهذا يخفف العب الحقيقي على المدن الكبرى والتجمعات الحضرية الكبرى التي زحف عليها الدولة الشوائية القادمة من مناطق الطرد السكان فكانت كل هذه المحافظات محافظات طرد السكان هذه أولوية أكيدة يعني أنا أتساءل اللي هو بيسأل أيه الأولويات وترتيب الأوليات إحنا المخطط اللي بيسعمل معمول وفقا لأولويات تدروسة والمخطط فيه قدرة على مواجهة المتغيرات من يتحدث عن إيقاف مشروع سلامه غير علمي وغير صحيح لأن إيقاف المشروع يعني إيقاف حياة إيقاف الأجور إيقاف العمل والأعمال إيقاف مسيرة الحياة كيف نطالب بوقف مسيرة الحياة لكي يتضع أولوية كذلك الأولوية الحقيقية هي أن نوقف ونجفف منابع العشوائيات التي انطلقت تزحف وتفشد كل تنمية في المناطق الحضارية فانطلاقة حياة كريمة ضرورة أساسية وأولوية الأولويات وأنا سعيد أنه رغم الظروف التي يجعلها الجميع في العالم كله إلا أن لاحظ حضرتك مدى صمود هذه المخططات أمام المتغيرات وقدرتها على أن تنفذ في معدلات تنفيذ عالية ومجودة عالية وأنا بقول أيضا بأقل تكلفة لأن كل يوم كان يمر ويتأخر هذه الأعمال الأساسية هي ليست أعمال ترفيهية أو مكملة أو مسألة تجميل ده هي مسألة حياة وأنا الآن بأرسل أن النهاردة نحن بتقول أن تنمية مستدامة هي الخط الأساسي عندنا نعم تنمية مستدامة يعني تنمية مستمرة لا يمكن أن ترتفع أي دعوة أن نتوقف عن هذه الأعمال هي أعمال هي حياة هي بتقدم فرص عمل بتقدم أجور طب كيف أتوقف عن هذه الأعمال يعني هذا خمسة مليون فرصة عمل حضرتك أوقفها بأجورها بالعاملين ثم أن المنتج ليس صنع من ننظر له لكن ده حياة كاملة مشاطة اتصادي بيضور ويمتج فأنا لا أوقف شيء صامت أو ثابت كل هذه المباني مباني حية متتاملة فيها الخدمة والمشاط والحياة من أول لحظة تحضرتك المباني الموجودة في حياة كريمة هي حياة قائمة وكانت متخلفة وكانت سكانها بيعانوا من انعدام الخدمات تقريبا وانعدام فرص العمل الآن وجدت فرص عمل ووجدت إعادة الحق هذه المباني بصورة حضارية لكي يحدث عدالة وتنمية عادلة وهذا النوع اللي أنا بقول تنمية مستدامة يعني تنمية عادلة يعني تنمية عادلة يعني تنوزع الميزات على كل المعمور حضرتك انظر حضرتك للخريطة هتجد الصعيد اللي هو كان منسيا تماما منسيا بالمعنى الكريمة الحقيقي بدون استثمارات بدون أنشطة أو في أقل معدلاتها هذا النهاردة نلاقي في حرص شديد وتنسيق عالي جدا بين كل المحافظات هذا بين كل الوزرات هذه الأعمال تتمتع بتنسيق عالي جدا بين كل الوزرات وهذه أول مرة نشت فيها هذه الصورة أن الوزرات جميعا السياحة الصناعة الزراعة وهي أنشطة كاملة ليست مجددا نحن أولا نعيد الحال لكن نعيد الحال كل بدلات الحال طيب دكتور حدقتك لم تف أكتر من نقطة هامة ولكن يعني دعنا في البداية نذهب إلى ألمانيا حيث تواجد السيد الرئيس اليوم في ألمانيا وألمانيا الجديدة لفتاح عدد من المشروعات الغامة وقرية نموذجية أخرى تضاف إلى القرى النموذجية التي تتبنىها مبادرة حياة كريمة كنا نتابع السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي في بداية هذا العام في شهر يناير وقرية دومة في أبو دومة في سوهاج وهي أحد أحد القرى النموذجية التي تسير عليها خطوات إحياء الحياة من جديد في قرى التي تتبنىها مبادرة حياة كريمة يعني هل من إضاءة عن ألمانيا والمانيا الجديدة وموقعها وما يدور فيها من عجل التنمية وكيف تصم هذه جهود الدولة في إعادة رسم الخريطة في محافظة المياه سواء الخريطة التنموية أو الخريطة الصناعية كمان حضرتك استخدمت الإجابة الصحيحة كدفس الكلمة المختاح اللي أنا كنت أستخدمها كإعادة رسم الخريطة إحنا كان كل العمران القائم استنفذ فرص التنمية بمعنى أنه لا توجد مساحات يمكن إضافتها للعمران القائم داخل الحيز القائم فإحنا كان من الضروري أنه نعيد تسكن حضرتك من حوالي ست سنوات كان نطلق مشروع كبير إعادة رسم خريطة المحافظات لكي تصبح محافظات تنموية وليست محافظات وضعت لها خطوط إدارية سياسية أمنية فقط إحنا بقى انطلقنا في تفصيل هذا المبدأ أنه ما يبقاش في عندنا عمران مجرد خط يحدد حدود ملكيات وإدارات فقط لكن هي خطوط تحتوي داخلها على مناطق سنوية إحنا لما بنضيف حضرتك بنضيف البعد اللي كان غائد دكتور أدرى المقاطعة أرجو أن تبقى معنا لمتابعة بعض من أنشط السيد الرئيس في محافظة ثمانية ترجمة نانسي قنقر